السلام عليكم ازيكم الحاجمين يا رب تكونوا كلكم بخير. بصراحة النهار دا عيت اتكلم معيكو على الفيروس اللي متشر دلوقتي. بصراحة انا من الناس اللي كنت يعني لحد من كم يوم ما كنتش مهتمية بالموضوع. كنت عملها اسمع او يعني اسمعت عن حالات كتير هنا وفي ايطاليا وفي مصر وفي كذا مكان. بس بصراحة يعني ما كنتش مديها لموضوع حجمه الا لحد من كم يوم بس. لحد ما عرفت ان في حالات كتير جدا في المانيا. والحد ما مسلا من اسبوع كان كزا حالة بس. النهار دا وصلوا الالف وماتين حالة. وفي ناس منهم ماتوا. وكمان ايطاليا بعد ما كانوا بقولوا افلوا مدارس. دلوقتي كمان افلوا كل المطاعم. والنهار دا كمان فرنسا قررت ان كل حاجة تتقفل. فاكيد الموضوع فيه خطورة. يعني احنا ما كناش مديانها حجمها بجد. يعني الموضوع طالما وصل لكده يبقى لازم نحرص جدا كلنا. مش بنسمع كده من بعيد وخلاص ربنا يحفظنا يا رب يا رب يا رب ويفضل بعيد عننا. وما يقربش منا بس لازم نعمل احتياطاتنا. يعني مسلا لو عندنا ولاد في مدارس خلاص ما ينزلوش. احنا في المانيا هنا في كزا مكان خلاص قفلوا في المدارس. بس مسلا في هامبورج لسه. هما بيقولوا ممكن يقفلوا الحضانات. بس لسه ما فيش قرار يعني رسمي ينزل. بس احنا لازم مفروض ان احنا نتكلم مع بتوع الحضانة نتكلم مع بتوع المدرسة. علشان ناخد منهم قرار ان ما فيش ولاد تطلع الى لحد الموضوع. ما يبقى خلاص مستقر وان شاء الله ربنا يعفينا ويحفظنا يا رب. لازم نقعد ولادنا في البيت. ما ينفعش. لازم نخلي بالنا منهم. الولاد مش هيتأثروا لو قعدوا مدة في البيت تقدر يتذكر لهم تقدر يتعمل لهم اللي انت عايزة سعديهم. آآ ضيع الوقت معاهم اعتبروا ان انتم في اجازة نص السنة يا رب الاجازة يعني ما تطولش. ويرجعوا تاني مدرسهم ويبقى الموضوع كده يقدروا يسيطروا عليه. بس لازم ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده. ولازم نحافظ على قد ما نقدر. لازم كل شوية نقول لهم يخسلوا ادهم. لازم آآ ما يختلطوش بحاجة ما ينزلوش يختلطو بالناس ما حدش عارف. لحد ان بارح شفت كمان فيديو يعني واحد مصاب واقف في المترو ويعني طلع من بقه حاجة ومسك الحديد اللي في المترو علشان ينقل الفيروس للمكان اللي هو كان واقف فيه. فيعني ما تعرفوش نفوس الناس فيها ايه ولا اللي بيجي لهم كده بيبقوا عايزين الناس كلها تحصل لها زيهم. فاحنا لازم نخلي بالنا من ولادنا ولازم ما يختلطوش باي حد خالص. ربنا يحفظنا ويعفينا كده يا رب. خلوا بالكم من ولادكم. واعودوا مع المدرسين واعودوا مع المديرين بتوع المدارس. وقرروا ان الموضوع لازم يتم رسمي في كل المدارس لحد ما الموضوع يتلم. ربنا يحفظ اهلينا اللي في مصر ويحفظ كل البلاد العربية وكل البلاد المسلمين يا رب. ويحفظ هنا البلد ويحفظ ولادنا وقريبنا يا رب. ويحفظ صحابنا. وربنا يعفينا ويشفينا يا رب ويبعد عنا اي حاجة وحشة. بس دول اللي انا كنت عايز اقول لكم عليه نحنا لازم نقف وقفة كده كلنا وان احنا لازم نوصل للحل والقرار ان المدارس كلها تتقفل والحضانات تتقفل لحد ما الموضوع يتسيثر عليه. هما بيقولوا ان في الصيف الموضوع يعني بيقل يعني يا رب بيقل. يعني انا بصراحة في اول الموضوع انا كنت فاكرة ان هو زي اي فيروس زي فيروس اللي هو الف الوانزة الخنازير زي الف الوانزة الطيور جت لها يعني فترة كده وراحت بس بصراحة الموضوع شكله كبير ولازم نخلي بالنا. ربنا يحفظنا يا رب ويعافينا. الله مع السلامة.